في إنجاز جديد لمملكة البحرين حصل اثنان من مهندسي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على ثقة واعتماد المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء كأول ممثلين للمملكة في المجلس الذي يحظى برعاية ودعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وأكد الدكتور محمد العصيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن مملكة البحرين ولادة لشباب طموح وتفتخر بتمييزهم في مختلف محافل قطاع الفضاء الإقليمية والدولية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الثقة جاءت تأكيدا لإمكانيات وقدرات الكفاءات البحرينية الشابة حيث يعد هذا إنجاز تاريخي في مسيرة الشباب البحريني في قطاع الفضاء إلى ذلك أكد المهندسين الحاصلين على اعتماد المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء أن هذه الثمرة حصدت لإيمان جلالة الملك المعظم بالشباب باعتبارهم الطاقة والثروة الحقيقية للوطن والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي سعت جاهدة إلى تعزيز موقع الشباب البحريني والارتقاء بهم في مختلف المجالات لكونهم أحد الركائز الأساسية في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر